خلينا مع المصطلح ده لانه فيه اللي مش على علم بكل التفاصيل وهل فعلا فيه حاجة اسمعه حروب الجيل الرابع هل ده خطر مش بس على قدنا ده بيواجه العالم كله طب يعني ايه الجيل الرابع من الحروب يعني ايه انت بتستخدم مش سلاح بقى ووجه لوجه لكن من خلال هزي المواقع من خلال العالم الافتراضي دي حرب تاني هو الحقيقة انا كنت يعني لو حد بص على الفيسبوك عندي هلقيني زي اي مواطن مصري يعني ما عندوش ادراك كافي باللي بيحصل في المجتمع حواليه فبص على بوست لقي مثلا واحدة بتعيط على الرصيف ومش عارف بتحطن لها بقى ميكاب ومقاعدينها وبتقول البلد واضعها وقاعدة بتعمل شو كده فانا بتعطف معاها وممكن حتى يعني قلبي يقول لا دي حرام استيت والناس تاعبينها والبلد بهدلاها واعمل شار للبوست دوت فبقا انا كده شاركت في ان انا نشرت حاجة هل انا بقى تأكدت من ان البوست دوت حقيقي ولا مفابرك ده لشوفنا النهاردة برضو فيديو من الفيديوهات لما لقينا باشا مصر الفيديو اللي قاله بمصر كلها ازاي ده هو افر بقى البوزيشن بتاعته ده الواكلين مصر والعة ده بيأكلوا بلاش ده اللي مش عارف ايه بلاش مركب عربيا فايم الازاز حط مش هاي للنمر ومركب باشا مصر شفنا النهاردة فيديو المخرج عمل باشا مصر وتاكسي مصر وكل حاجة مصر فالموضوع اصبح انه ممكن نفابلك اي حاجة لو هنرجع للسؤال اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هي حروب جيل الرابع الحقيقة انا مكنش عندي اي ادراك بفكرة حروب جيل الرابع قبل ما ادخل البرنامج الرئاسي البرنامج الرئاسي بنمر على كزا مرحلة بنتفرج على اني وبندرس كزا حاجة مرحلة منهم هي من اهم المراحل بالنسبة لي هي اكاديمية ناصر العسكرية العليا الحقيقة في الاكاديمية ناصر اتعرفنا على حروب الجيل الاول والتاني والتالت والرابع بمنطقة البساطة كده هقول لكم في أقل من نص دقيقة عشان الناس كلها تبقى عارف ايه اللي بيحصل حروب الجيل الاول هي الحروب ما بين دولتين زي ممكننا عارفين حروب الجيل التاني هي الحروب العصابات اللي كان بتحصل في أمريكا اللاتينية حروب الجيل التالت هي الحروب الاستباقية يعني لما دولة تحس ان في عندها خطر على الامن القومي بتخرج برر حدودها تضرب بلت تانية وترجع تاني زي ما حصل مثلا في العراق امريكا راح ضربت العراق لانها ظنت او تخيلت ان عندها بسا Videos طيب خلينا نتكلم على الموضوع المهم هو حروب الجيل الرابع حروب الجيل الرابع أنا عضو فيها وحضرتك عضو فيها وكل واحد من البشر عضو فيها إزاي سلاحها في جهة بحضرتك الموبايل الموبايل هو أهم سلاح من أسلحة حروب الجيل الرابع طول ما أنا قاعد على السوشال ميديا يعني هيا حروب الجيل الرابع هي حروب لا مركزية اللي بيتبناها دول معينة وجماعات معينة والعدو بتاعك انت مش شايفاه يعني حروب الجيل الاول والتاني والتالت حضرتك عارف انت بتحربي مين عارف عدوك وعارف انت بتدرى مين لكن النهاردة حروب الجيل الرابع حروب لا مركزية بتتبناها الارهاب وبعض الدول وبعض الجماعات من اجل هادم دول فاحنا النهاردة شعب عاطفي جدا فالنهاردة لما لقي بوست بابدأ اتفاعل معها ولقي بقى ايه الكتائب الالكترونية زي ما هي دي بقى الجيوش الكتائب الالكترونية تبدأ تحط التوتش بتاعها فانا طبيعتي انا دمي حامي اي مصري دمه حامي هيدخل يوم كاتب كلمة كلمة في كلمة في كلمة فاصبحت اشاعة وده خلينا نرجع لكونسبت تكلمنا عليه النهاردة برضو اسمه الفومو اسمها الفير of missing out كلنا النهاردة بقي انا ادكتد او مدمنين يسحى من النوم على طول الموبايل ايه اللي حصل ايه اللي فاتني بالضبط احنا مش عايزين حاجة تفوتنا الفير of missing out هو الخوف من ان حاجة تفوتني على سوشال ميديا يعني النهاردة وانا قاعد لو حد غير بروفايل بيكتر بتاعته وانا مشوفتهاش لا دي تبقى كارثة لازم اقعد ابوص عليها على فكرة انا من الناس اللي فعلا ريليتد لسوشال ميديا بشكل كبير النهاردة لما ابتديت اسمع الكونسبت دي ايه ده انا عندي الاعراض دي انا شكلي فعلا ادكتد لسوشال ميديا طب ازاي ممكن نخفف حاجة زي كده فالنهاردة بنتكلم على ازاي كل واحد من الشعب في جيبه صلاح ياما يستخدمه فمصلحة بلده ياما يستخدمه عشان يهدم بلده طب بس انت قلتلي حاجة بان انه احنا شعب عاطفي ده مفهوم لكن مع اللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت والحقيقة يعني الفترة طويلة اللي فاتت كمان يعني الموضوع مش يومين تلاتة او اسبوع او كلام ده لكن احنا بقين عرضة للاتزاز عرضة للتشكيك عرضة للإحباط وكلام ده كل هل احنا برضو بنجري وراء اه الاسارة اللي هو حاجة كده اه ودي عاملة كام لايك دي عاملة فعلى طول ادخل الهوة مع زي ما بقوله مع الرائجة انا معاه بغض النظر بقى انه اقعد افكر افهم اخدلي انا معسكر تاني لا لقيت ده كده وده الترند فانا ماشي معي اه تكلمنا برضو النهاردة عن دكاترة النفسيين بقوا يشوفوا بتبقى ماجر ده النهاردة بنمبر يعني النهاردة لما يجيلي ميت لايك غير لما يجيلي ميتين لايك لو جالي ألف لايك البرستل سالف ستين بتاعي بيعلى وبمبسط ثقة بالنفس اجباع نفسي وعطب ان انا كده عملت شخصية عندي المتابع متابعين كتير الناس معجبين باللي بقوله او بكتبه مظبوط وبعد كده في بوست كده تكون جايبة تمنمية لايك اه فانا لو معملتش لايك هبقى انا حسنان لغريب فانا معامل لايك فممكن تبقى البوست دي نفسها التمنمية لايك دول اصلا فيك معاملهم كتاب كتاب الكترونية داخل عاملة لايك 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 عشان تكبر البوست فانا هدخل اعمل لايك فانا كمان عنصر من عناصر ازية الدولة تكلمنا كمان عن الاشاعات وقلنا ان اي اشاعة جوز 20% منها واقعي وحقيقي و 80% منها و فهم بيستغلوا ده يحط لك حاجة صغيرة حقيقية و 80% و يعمل الاشاعة بتاعته يبدأ الكتاب الكترونية تعمل شغلها ابدأ انا كمواطن في جيبي السلاح ارفع السلاح اشتغل شار لايك هي الدولة ازاي بتعمل كده في المواطن هو ازاي الحضانات النور قطع فيها وفي مراكز بقى النهاردة بقت ترد على الكلام ده وتقول يا جماعة لا يعني بنبص على التلفزيون دلوقتي بنبص انه الاشاعة والحقيقة فبدأنا النهاردة نرد على الكلام ده زي ما ما كانش فيه ما كناش بنعمل كده ففي تطور في الميديا وازاي بنرد على الموضوع ده